موسيقى كان أي حد يشوفني يقول لي عايز تكبر أيها أكيد شكلك عايز تكبر دكتور قلت لهم اوه أنا عايز بقى دكتور فبس من صغر ونا كنت حابة بقى دكتور لما أكبر بقى وخشي جامعة وأدرس وأتخرج وبقى دكتور في بلد بس الظروف يعني كانت وحشة وما سامحتش بقالي في مصر ثلاث سنين وثمان شهور عندي 18 سنة وليس صغير عنده 16 سنة ووقتي لسه عندها عشر سنة موسيقى 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 وخصوصاً اختفق أبويا أثر علينا بشكل كبير فجأة كده في يوم اتأخر عن الرجوع للبيت إلينا عليه التصالب ما فيش حد بيجاوي نزلت للمكان شغله أبويا فين بقى ما رقيتش أي راد قالولي هو ماشي ما جاش البيت يوم في التاني في التاني اتصال بندور عليه كلمنا على رأي ابنا وأهلنا يدوروا عليه ما فيش أي حصل موسيقى ساعتها جالت لنا حقاة خوف شديد طرينا بعدها أن احنا نهرب ونجي هنا خوفاً علي وعلى أخوات صغيري موسيقى موسيقى نفسياتنا كانت محبطة جداً خصوصاً بعد اللي حصل له دلوقتي أمي هي عام ندور الأم والأب في نفس الوقت بعد اللي حصل لأبويا عام نفسي عندها وحش نجينا هنا ندور على فوصة نعيش كويس زي ما كنا عايشين قبل الحرب موسيقى قبل الحرب احنا كنا عايشين حياة طبيعية عادية زي أي إنسان عادي كنا واخواتي كنا بندرس أبويا كان بيشتغل وكله تمام لما حصل اللي حصل والحرب بديت والقاتل والدمار وتعليم بوز خدمات راحت قلنا هنصبر يمكن يتحسن الحال أنا عن نفسي خصوصاً جيت هنا عشان أكمل دراستي لاي حد يساعدني أن أكملها قد دينا نشوف المدارس اللي ممكن أن نخش نكمل دراستي فيها أنا وقفت هناك في الغاية الثالثة عدادي بعدها مع الأوضاع ما أدتش أكمل لوجيت لها عشان أدرس فترة السنوية بتاعتي دراستي أولى سنوي والتانية سنوي بس الثالثة سنوية ما ديتش أدرسها عشان الظروف المادية كانت توحش عندنا كانش في مصدر الداخلي لنا طررت بعدها أن أنا أسيبت الدراسة وأدور على شغل عشان أهل أصفت أنا كان نفسي الصراحة أكمل ثالثة سنوية ولا لا أطلع بشيادة التالس سنوية ممكن كانت تفيدني بعد كده بس ما حصلش نصيب في الوقت يكون سنة أولى جماعة فلما أنا قدمت له في الجماعة يعني طلبهم اللي رسوم باركبئة يعني عايزين بالسنة الوحدة تمان تلات دولار دا كوليت الطب سنة أولى بعدين في السنة الثانية والثالثة والرابعة ست تلات دولار كل سنة ست تلات دولار لما أنا سألت لهم لي يعني كان زمان الطالب اليمني بيجي بيدرس زي طالب المصري ملوش أي رسوم قالوا لي دي مع الحرب يعني المصور فرودت بقالها أربع سنين في مصر الأكبر عايق عندي هو المصاريف لأنه هو اللي وقف وصد إن أنا أدرس وكمل درستي وأطلع الشي هذا والعايق الثاني العايق النفسي الواحد لما يفتكر إن البلاد اللي كان فيها حصل فيها اللي حصل والأحلام والطموح اللي كان بنيه هناك دمر دا بيدي طبعا نفسي وحش موسيقى أنا دي المشكلته مش عكس عكسي محمد ما بيقدرش يندمي مع المجتمع المصري لغايت دلوقتي مش قادر بيتندميه معا وكمان عنده مشاكل نفسي شوين كده لما بابا اختفع أنا مش قادر أدخلوا حب المصري كما اضطر أدخلوا اليمن بس الرسوم بتاعتنا برضه مره بادفع يعني التخيير التانية تانوي مضبوب ١٢٠٠٠ جنيا مساء اللي بنعيشة هنا مكلفة إحنا على عد ما نقدر مقتصدين جدا نقول نص المعيشة بتاعتنا بنعاود ندمي في المساعدات اللي بتجينا يعني بنحاول نشوف مثلا تجار اليمنين اللي هنا اللي بيقدموا مساعدات بنحاول قدر الإمكان ان احنا نسجل أسمائنا عشان دونه شوية مساعدات وكده نكمل بيها أنا شغلي بحد ذات ومش مكفينة أصلا عشان أعيش عيشة عادية نحتاج فلوس كتير قوي الصراحة يعني أنا كل معاود لوحدي بفكر إلا هيحصل بعد كده وإلا ممكن يحصل إزاي هنكمل وأنا جيت هنا عشان ندرس بالوقت أنا بدور على شغل أكمل إزاي العمل نفسي كان يتدمر عندنا فده كان حد ذاته عقبة كبيرة عشان نتأقلم مع المجتمع معظم الشغلانات اللي أنا لقيتها طلبوا مني شهادات تنوية على الأقل عشان يقبلوني في الشغل اشتغلت بقالة شوية بعد كده لقيت أنه ده ما تقولوا كده مش جايبة همها قوي اشتغلت في حل موظفات ومستعدرات بس حصل ظروف كده وسبتوا برضو وده ده الوقت بدور على شغل جديد ما تديش لنفسي وقت أعمل في حاجات أنا مش عايز أعملها أفكر في حاجات وحشة تحبيطني أكتر في تأثر على سلوكي أكتر أنا كنت يعني باتفع مع صاحب الشغل أنا كنت معاه أنه يزود لي في الوقت وزود لي شوية في المرتب عشان أطلع طاقتي كلها في الشغل وأروح أستريع بعد كده أجع الشغل على طول ما حب يشتدي لنفسي فراغ كبير معظمة عملت دورة تدريبية للجرسون لما قيتني الرسالة أنا فرحت الصراحة وقلت هاي فرصة وجدت والحمد لله يعني قدمت هنا وسجلت اسمي والحمد لله قبلوني وخلصت دورة معهم علموني كتير حاجات مكتش عرفة ومكتش ترسة في المدرسة حتى ونهاردة كان آخر يوم والحمد لله خلصت واستلامت الشهادة وإن شاء الله تبقى فرصة الحياة جديدة أي اللاجئ هنا في مصر عد على وقت عصيب جدا عشان يجي هنا مر بظروف غير متوقعة فهو محتاج أنه يحس إنه هو في بلده فرص الشغل والأشغال يريد يعني يحقفوها شوية عشان فيه نسبة بطالة كبيرة يريد تسهلوها شوية عشان تدوا فوصة للناس عايزة تأكل عيش وتشتغل أحلم أكمل دراسي أطلع الشهادة أطلع دكتور اللي زي ما كنت يعني نفسي صغير أطلع دكتور موسيقى 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 لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات سفن بلس موسيقى 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 موسيقى